السكري حساب الكاربوهايدرات مقدمة أي مجموعة من مجموعات الطعام التالية لها التأثير الأكبر على مستوى سكر الدم اختر إحدى الإجابات التالية أولا الكاربوهايدرات ثانيا الدهون والزيوت ثالثا البروتينات إجابة صحيحة تؤثر الكاربوهايدرات على مستوى سكر الدم أكثر من البروتينات والدهون والزيوت يجب على مرضى السكري أن لا ينس تناول الوجبات الرئيسية أو الوجبات الخفيفة لتفادي خفاض مستوى سكر الدم اختر جواب صح أو خطأ إجابة صحيحة يجب أن لا تنسى أن تتناول الوجبات الرئيسية أو الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية لتفادي نقص سكر الدم أي من الأطعمة التالية يحوي نسبة عالية من الكاربوهايدرات؟ اختر إحدى الإجابات التالية أولا الجبن ثانيا زيت الزيتون ثالثا البطاطا إجابة صحيحة أي من الأطعمة التالية يحوي نسبة عالية من الكاربوهايدرات؟ اختر إحدى الإجابات التالية أولا البقول الجافة ثانيا البيض ثالثا السمك إجابة صحيحة أي من الأطعمة التالية يصنع من حبوب كاملة؟ اختر جواب الأول أو الثاني أولا الخبز الأبيض ثانيا الخبز المصنوع من القمحي الكامل إجابة صحيحة الكاربوهايدرات الصحية هي التي تحوي قيمة غذائية أكبر اختر جواب صح أو خطأ إجابة صحيحة الكاربوهايدرات الصحية هي الكاربوهايدرات غير المصنعة والتي تحوي نسبة كبيرة من الألياف والفيتامينات والمهادن يعاني محمود بالمرض السكري وهو يتحكم بمرض السكري بنجاح ويستمتع بتناول تفاحة صغيرة أو برتقالة بعد العشاء في بعض الأحيان يحب محمود أن يتناول موزة كاملة ولكن الموز يحتوي على ضعف كمية الكاربوهايدرات الموجودة في برتقالة صغيرة أو في تفاحة واحدة هل يستطيع أن يتناول موزة كاملة؟ اختر إحدى الإجابات التالية أولا نعم ثانيا لا ثالثا نعم إذا قام بحساب عدد الكاربوهايدرات وقام بتناول نفس الكمية من الكاربوهايدرات المحتدة إجابة صحيحة إذا كان محمود يخطط لتناول أربع وحدات غذائية من الكاربوهايدرات على العشاء وكانت إحدى الوحدات تفاحة أو برتقالة فيمكنه تناول موزة كاملة إذا خفض كمية الكاربوهايدرات الأخرى في عشائه أي من الأطعمة التالية ليست وحدة غذائية واحدة من الكاربوهايدرات؟ اختر إحدى الإجابات التالية أولا موزة ثانيا كوب من الحليب الخالي من الدسم ثالثا برتقالة صغيرة إجابة صحيحة تعادل الموزة وحدتين غذائيتين من الكاربوهايدرات كم جراما تساوي الوحدة الغذائية من الكاربوهايدرات؟ اختر إحدى الإجابات التالية أولا خمسة عشر ثانيا خمس وثلاثون ثالثا واحد وخمسون رابعا ثلاث وخمسون إجابة صحيحة تساوي الوحدة الغذائية خمسة عشر جراما من الكاربوهايدرات البطاقة التالية هي لنصف لوح من الشوكولاتة يبلغ مجموع الكاربوهايدرات فيه ثلاثين جراما لكل وحدة غذائية كم جراما من الكاربوهايدرات يحوي اللوح الكامل؟ اختر إحدى الإجابات التالية أولا خمسة عشر جراما ثانيا ثلاثون جراما ثالثا ستون جراما رابعا لا يمكن تحديد ذلك إجابة صحيحة إذا كان نصف اللوح يحوي ثلاثين جراما فإن اللوح الكامل يحوي ستين جراما من الكاربوهايدرات أي من الأطعمة التالية لا يحوي نسبة عالية من الألياف؟ اختر إحدى الإجابات التالية أولا كوب من عصير البرتقال ثانيا شريحة من الخبز المصنوع من القمح الكامل ثالثا تفاحة رابعا الكاجو إجابة صحيحة العصائر ليست غنية بالألياف شكرا لإستخدامكم برنامج اكس بلين ترجمة نانسي قنقر